اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد في لقاء جديد وميوك الصلاة النهاردة الجمعة ولقاءنا المعتاد من سبعة لتسعة ونتقابل طبعا عشان نحط الضوء على كل اللي حصل خلال اسبوع اهم الاحداث اللي حصلت داخل القلعة الحمراء خلينا اقول لحضراتكم النهاردة حلقتنا هكون تلات اجزاء المقدمة او الانترو اللي لما حضراتكم فيه وهنتناول مجموعة من الاخبار اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا محتاجين نعلق عليهم والفقرة التانية ان شاء الله هيكون معايا موليد انسات موليد 98 لكرة اليد الحقيقة اللي فازوا بكأس مصر اه شغل متواصل في قطاع الناشئات لكرة اليد اه بطولات كل يوم تقريبا بتخش في هذا القطاع كان لازم طبعا نكرمهم كان لازم نشوف مشوارهم اه يعني الصعاب اللي قابلتهم اه خلي بالكوا اه اه قطاع الانسات هو التفريغ الاساسي لمنتخب مصر كرة اليد بكلم عن كرة اليد هو القطاع الاساسي اللي بيفرغ لمنتخب مصر وايضا المنتخب الكبير وعندنا ايضا النادي الاهلي فريق الكبير للسيدات اللي احتفلنا بيه بكأس مصر قريبا ان شاء الله هيخوض بطولة افريقيا قريبا ابطال الكؤوس مع فريق الرجال ايضا وبكرا ان شاء الله مع حضراتكم هنتابع القرع ان شاء الله الساعة ستة على شاشة قناة النادي الاهلي الفقرة التالتة ان شاء الله يكون معنا الاسكواش زي ما قلت لحضراتكم الاسكواش يعني لعبة نادي الاهلي يعني خرج منها ابطال عالم وبعد كده حصل لنا فترة بعدنا وبعد كده رجعنا تاني بقوة حقيقة عندنا لعب مصطفى عسل حق انجاز ورقم جديد ما بقولش انجاز انا بقول اعجاز بصراحة لان هو لعب عنده ستتاشر سنة وشهور لعب بطولة الجمهورية تحت سبعتاشر وتحت تسعتاشر في نفس الوقت كان بيلعب مطش الصبح في بطولة الجمهورية تحت سبعتاشر ويلعب بالليل تحت تسعتاشر مداربه قابت المحمود عبدالقادر معه طبعا رئيس الجهاز كله قابتن ناصر زهران ووفره الدعم للعب الغريب ان اللاعب فاس بالتنين وهو اصلا عنده ستاشر سنة والغريب اكتر من كده كمان انه مخسرش جيم واحد انتعرفي الاسكواش بتلاب يعني لازم تلات اشوات زي بيستوفايف بيتاخده لو خدت تلات اشوات خلاص انتهى اللقاء مخسرش شوت واحد يعني كل مباراة وتحت السبعتاشر وتحت السعتاشر تلاتة صفر لأ وكمان في تحت السعتاشر قابل بطل العالم في سنه تحت السعتاشر سنة وايضا مصطفى عسل كسب بطل العالم في المباراة النائية فالحقيقة كان لازم طبعا مصطفى كان معنا في اول الموسم وراح بطولة بريطانيا ورجع وبرده كان معنا فلازم لما يعمل انجاز زي ده لازم برضه يكون معنا ويكون معنا اكيد كابتن ناصر زهران وكابتن محمود عبدالقادر وكابتن اسلام علي المدرب كابتن اسلام عادل انا اسف مدرب ايضا لسكواش عشان نعرف اخبار لسكواش ايه والفترة اللي جاية خلينا بيديو في الانترو اللي انا مع حضراتكم فيه عندنا مجموعة من الاخبار المهمة اللي لازم نحط عليها الضوء انت عارفين ان الطائرة ان شاء الله يعني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله ستنطلق بطولة افريقيا للكرة الطائرة الرجال الحقيقة البطولة 30 فرقة تقدموا فيها النادي الاهلي اصر كمجلس ادارة ونشاط رياضي ان الفريق يطلع معسكر في بولندا خلينا اقول ان بولندا من احسن دول اوروبا اللي فيها فوليبول خلينا اقول كمان ان فريق السيدات سافر سلفانيا كمان معسكر ديها لقطات من التدريبات لقطات ارشفية للفريق طبعا كابتل محمد بصالح حميد والمدرب المدير الفني خد الفرقة بمعسكر لنادي الاهلي وفق له عليه راح بولندا لعب هناك اربع خمس ببريات من اقوى اربع خمس ببريات استعدادا لبطولة افريقيا بطولة افريقيا ان شاء الله هتبتدي يوم الثلاث باذن الله بعد تلاتين فرقة الاشتراك عايزين يشتركوا ولكن اتحاد الافريقي لمتت باربعة وعشرين فرقة ما يدرش يزود عن كده هتنطلق ان شاء الله البطولة في نفس الملعب وان شاء الله نحتفل بيزا محتفلنا بالسيدات خلينا اقول لحضراتكم الخبر بعثة رجال طائرة الاهلي تعود من بولندا وصلت بعثة الفريق الاول لكرة طائرة رجال بالنادي الاهلي مطار القاهرة في الثلاثة فجرا اليوم الجمعة قادمة من بولندا بعدما خاض الفريق فتت اعداد لمدة عشر ايام استعدادا لبطولة افريقيا التي ينظمها النادي خلال الفترة من خمسة وعشرين مارس الجاري وحتى ستة ابريل القادم خلينا نقول خمسة وعشرين مارس ده يعني زي ما بقوله استمتد ولكن لحسب وصول الفرق غالبا ان شاء الله تبتد البطولة باذن الله التلاتة القادم ووصلت بعثة الفريق الى مطار القاهرة بعد رحل التارانت شقة من مطار ورسو الى مطار روما الذي مكث فيه البعثة ترانزيت سبع ساعات قبل استيناف الرحلة والوصول للقاهرة ويوصل الجهاز الفني للتحضير للبطولة بداية من غد السبت بحثا عن تقديم عروض قوية والمنافسة على لقب البطولة البطولة الحقيقة يعني زي ما قلت لحضركم هيكون فيه 24 فرقة حدثة للتحاد الافريقي لكرة التارانة برئاسة الدكتور عمر علواني رئيس التحاد الافريقي ونائب رئيس التحاد الدولي بعد ما تحدد 24 فرقة تعمل القرعة احنا فيه 3 فرقة تانية مشاركين من مصر 4 فرقة تيران بالجيش تقريبا 4 فرق مشاركين من مصر زائد تونس وزائد الفرقة التونسية فرقة قوية خلينا نشوف الفرقة اللي هتأكد وصولها ونبتدي نتناولها ان شاء الله مع اول يوم للقرعة ونبتدي نحللها بإذن الله وحصريا هتكون بطولة الطيرة على شاشة قناة النادي الاهلي كما عودناكم دائما خلينا أقول لحضراتكم الخبر التاني سلة الاهلي يجدت عقضي ابو العنين وشفعي الحقيقة أنا عايز أقف على حاجة معينة ابو العنين هذا اللعب كان يدور كبير جدا في كأس مصر اللي فوزنا فيه يوم التلاتة اللي فات خلينا أقول لحضراتكم حاجة ابو العنين مؤمن ابو العنين وجي منين هو بداية مؤمن ابو العنين جي نادي الاهلي زي مؤمن عمني لعب الاتحاد السكندري وهو أيضا مهند الصباغ الاتنين اللعيبة كانوا لعبة الاتحاد السكندري والبسكت فيه بعد 28 سنة أو كرة السلة بعد 28 سنة بيصبح اللعب حر يعني الاحتراف بيطبق من 28 سنة طب قبل 28 سنة اللعب مرتبط مع النادي بتاعه مقدرش يمشي حتى لو مش ماضي عقد برضو مقدرش يمشي هو دي لوائح اتحاد المواصل لما مؤمن ابو العنين ومهند أتموا 28 سنة أصبحوا ملك نفسهم يقدروا ينتقلوا لأي نادي الحقيقة تفاوض معهم ناس كتيرة جدا وفرقة كتير جدا تفاوضت مع مؤمن ومهند الصباغ خلينا أقول لحضراتكم أنه أول ما النادي الأهلي عرض عليهم لما يتردد لحظة الاتنين وجوه من نادي الأهلي طبعا تعرضوا يعني في أول تغيير نادي النادي طبعا نادي الاتحاد اسكندرية نادي كبير جدا ونادي عريق ونادي جماهيري يعني كل الاحترام والتقدير ليه طبعا أكيد لما انتقلوا نادي الأهلي بيبقى لعيد بيحصلوا هزة لما بيجي من نادي النادي بيحصلوا هزة شوية مستوى تغيير معيشة تغيير إقامة كل الكلام ده بيحصل هزة أي أن كان يعني ولكن مؤمن ومهند الحقيقة أثبته كفاءة غير طبيعية عادوه من انتهى النادي الأهلي مؤمن عادوه انتهى دلوقتي النادي الأهلي عرض عليه جدد مع ثلاث مواسم تانين خلينا أقول برضو حاجة مؤمن تعرض للإصابة عنيفة شوية السنة اللي فاتت لروباط صليبي والحقيقة النادي كان حاطت كل الإمكانيات تحت أمره قال له لو عايش سافر تعملها في ألمانيا ولكن أجراءات السفرة تاخد وقت سبعين ثلاثة ما يخلصهم التأشيرة مؤمن فضل يعمل عملية هنا مؤمن عمل عملية عمل لك طبيعي ويف على رجله بقى من عناصر الفرقة ورجع تاني من عناصر المؤسسة كلعب بوزشان ثلاثة شويت يعني ليه إمكانيات كتيرة جدا مؤمن كان ليه دور كبير الحمد لله في كأس مصر اللي فات وجدد ثلاث سنوات هو مصطفى الشفعي مصطفى الشفعي مش محتاجة أتكلم عنه لأنه يعني هو وطلع الغنامي يعتبر هما الاتنين كابتن الفريق مصطفى الشفعي من اللعيبة لو طلعت برا النادي الأهلي ما عرفش يعيش يعني مصطفى الشفعي لو طلع يعني خدت وقلت له روحي لعفة أي مكان مش هيقدر مش هيعرف مصطفى الشفعي أيضا جدد مع النادي الأهلي خلينا أقول الخبر بتفصيل قال طريق خير المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أنه تم تجديد عقضي ثنياء الفريق مؤمن أبو العينين ومصطفى الشفعي لمدت أربع مواسم قادمة مع النادي خلينا أقول لحضراتكم برضو حاجة أربع مواسم دي حاجة جديدة يمكن كابتل رقوف عبدالقادر كان زمان التجديدات بتبقى سنتين سنتين فهو كابتل رقوف من أنصار أن العقدي بأربع سنين عشان يرتاح يعني النادي ما يعودش كل سنتين في حالة تجديد مع اللاعب فهو كابتل رقوف موضوع أربع سنين ده هو أنا متأكد أن الوراه هو طبعا أكيد كابتل رقوف عبدالقادر مدير شطرياضي لأنه هو بيحط سيستم جديد خلينا أقول برضو حاجة أنه لأول مرة بنشوف تجديد اللاعبة في الألعاب بالصلاة قبل الموسم ما يخلص كان دايما بيحصل أن الموسم ينتهي وعاكده نمتد أن يتفاوض الحقيقة دارت النشاط الرياضي اللي موجودها دلوقتي طبعا ومع الدعوهما من مجلس الإدارة عمل سيستم جديد أنه اللاعب يتم التفاوض معه قبل أن تهعد وزي ما بيحصل في الكورة وده اللي شايفناه حصل مع الشفعي ومع مؤمن أبو العنين وأوضح خيري أن اللاعبين وقع على أقود التجديد بعد جلسة مع كابتل رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي في ظل تمسكهما بالبقاء داخل النادي ومن جانبه أبدى خيري سعادته باستمرار أبو العنين والشفعي دورهما المؤثر مع الفريق بعد النجاح في الفوز ببطولة كأس مصد وده اللي قلت لحضراتكم من كابتل رؤوف عبدالقادر بعد أربع سنين وأنسى بعد أربع سنين أفكر أشوف الدنيا فيها طيب خلينا ننتقل الخبر اللي بعد كده السبت بكرة إن شاء الله قرعت بطولتي أفريقيا للكرة اليد رجالي دات زي ما قلت لحضراتكم إحنا السنة دي عندنا موسم زحمة بطولة أفريقيا للرجال جاية إن شاء الله للطيرة وبإذن الله نغطيها لشارة قناة النادي الأهلي وبإذن الله نكون عند حسن ظنكم ويا رب نحتفل في القناة برضو بفوز الرجال بعده على طول مباشرة هنلاقي كأس السوبر لكرة اليد بين الأهلي والزمالك اللي كان مفروضة على صارة الأمير عبدالله الفاسل ولكن بعد طبعا يعني بعد أخذ رأيي الأمن فضل إن المباراة تبقى في أستاذ القاهرة المباراة تتنقل لأستاذ القاهرة عشان أمنيا يعني يبقى فيه يعني طلب الأمن يعني وبعد البطولة دي هيبقى فيه بطلتين تانيين بطولة الرجال والسيدات أبطال الكوز بالمناسبة احنا حامل لقب السوبر كرة اليد وحامل لقب أبطال الكوز البطولتين دول تلعبوا لو تفتكروا معنا وغطناهم مع حضراتكم كانوا في أغادير بالمغرب السنة اللي فاتت والأهلي فاز على الزمالك في مباراة السوبر نادي الزمالك رجع ملعبش الكوز الأهلي لعب الكوز وفاز أيضا ببطولة الكوز يمكن أعدنا فترة طويلة حوالي 17 و 18 يوم الكلام ده إن شاء الله يحصل أيضا السنة دي ولكن على صارة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة خلينا أقول الخبر لحضراتكم وصارة اللجنة العليا المنظمة لبطولتين أفريقيا لكرة اليد اللي أندية أبطال الكوز رقم 34 رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والترتيب لإجراء بالمناسبة الأستاذ محمد الجرحي هو رئيس اللجنة العليا المنظمة لكل بطولات أفريقيا القادمة والأستاذ محمد الدماط النائب وهما الحقيقة كوادر شابة في مجلس إدارة بيبزل مجود كبير جدا والحمد لله حتى الآن النجاح منقطع النظير الترتيب لإجراء مرسم كرعة البطولتين في السابعة مساء يوم السبت القادم بمقر النادي بالجزيرة حيث تم توجيه الدعوة إلى متحة البلتاجي النائب الأول لرئيس الإتحاد الأفريقي كما تمت دعوة السادة سفراء دول الأندية المشاركة في البطولتين كممثلين عن هذه الأندية لحضور مراسم القرعة وتنطلق البطولتين بصالة النادي الأهلي يوم 13 إبريل القادم حيث يشارك في بطولة الرجال 16 فريق هم مين الأهلي هوليوبلس من مصر ودات سمارة المغربي والنجم الساحالي تونس وسليناز وفونيكس الجابون والاتحاد والنصر ليبيا وإنتر كلوب الكنغو وإيسي مينو وفاب الكاميروني وجي اس كي وجي اس ال الكنغو الديمقراطية وريدي ستار كودفوار وكريكوس ساب سيتي ودورام أثيوبيا دول 16 فرق للرجال طبعا 16 فرق يعني تقريبا ممكن تبقى 4 فرق كل 4 مجموعة هتبقى 4 فرق يعني هو ده المتوقع يعني لما بلاقي 16 فريق بنقول كده طيب بالنسبة للسيدات في 10 فرق هتشارك الأهلي من مصر وبريميرو دي أوجستو اللي هو الأنجولي وبترول أتليكو الأنجولي خلي بالكوا الفرقين دول بريميرو دي أوجستو وأتليتكو الفرقين دول جمدين قوي وأنجولا في كرة اليد جمد قوي سيدات وهم من الأندية الغنية جدا في أنجولا لأن احنا شفناهم في البسكت أيضا بريميرو دي أوجستو وبريميرو دي أوجستو عنده فرقة كرة كويسة كمان ولو تفتكروا كان تقريبا كابتن مانويل جوزي كان راح مسك هذا الفريق في أنجولا فبريميرو دياغوستو ده فريق جامد قوي وعندنا أتليتكو الأنجولي في شركة بترول بتصرف وعندنا ستاد مانجي الجابون وكاراو سبورت الكنغولي وفاب ودومانيك الكاميرون واتسي هرتاجد كونو الدموقراطية وهبيتات اتش بي سي كوديفور غالبا كده هتبقى الموضوع ان شاء الله بإذن الله يكون ما بين النادي الأهلي وما بين فرقتين أنجولا ويحمل النادي الأهلي لقب بطولة أفريقيا الأندية أبطال الكووس اليد بعد تتويجه باللقب الأخير في أغادير بالمغرب فيما يحمل فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي لقب السيدات زي ما قلت لحضراتكم أنه طبعا فرق أنجولا فرق قوية جدا في كورة النادي السيدات وخلينا أقول كمان فرق تونس ولكن واضح من الأسامي أو واضح من الأسامي الفرق أن تونس مش هتشارك فغالبا ان شاء الله نقدر نعمل حاجة وأكيد جماهينا لما يكونوا موجودين أكيد هيكون دافع قوي جدا لفريق الرجال والسيدات أن احنا نفوز بهذه البطولة خلينا أطلع الفاصل قصير عشان أستقبل ضيوفي اللي هيشرفوني الأول طبعا فريق أنسات كرة النادي 98 اللي فازوا بكأس مصر عشان نشوف رحلة كفاحهم ومشهرهم مع البطولة فاصل صغير واجع لحضراتكم اشتركوا في القناة